منذ أن فردت القيود الدولية على التحويلات المصرفية من العراق إلى الخارج بدأت عصابات غسيل الأموال المرتبطة بالأحزاب النافذة بابتكار طرق جديدة وصلت حد التلاعب بمهور الزواج وشراء أغلى المجوهرات والعقارات باحثون في الشأن الاقتصادي رصدوا بعضا من طرق تبيض الأموال عبر تقسيمها إلى وجبات صغيرة يتم توزيعها على عدد من التجار لتدويرها ومن ثم استيرادها مقابل أجور بسيطة إضافة إلى شراء العقارات بأسعار مبالغ بها أو حتى تأسيس شركات أو مكاتب موجودة على أرض الواقع لكنها لا تمارس أي نشاط اقتصادي حقيقي للتمويه على مصادر الأموال ومن الطرق الأخرى لعمليات غسيل الأموال هي شراء السيارات الفارهة أو سبائك الذهب وامتلاك بساتين أو أراضي زراعية وطرق أخرى للتخلص من الأموال ورقيا وتحويلها إلى مجرد أصول يصعب تتبعها وبمزيد من الاحتراف في قضايا الاحتيال المالي لجأ عرابو هذه التجارة إلى طرق أكثر ذكاء وتتركز على دعم جهات وشخصية معروفة لديها مصادر عمل متنوعة مثل الشركات البسيطة ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم حيث تعطي هذه العملية شرعية لهذه الأموال لإعادة استخدامها وإيداعها في البنوك بشكل رسمي وقانوني حتى مهور الزواج دخلت على خط قضية غسيل الأموال حيث تلجأ بعض الشخصيات المتورطة بقضايا الفساد إلى استخدام المهور لتدوير الأموال عبر تضخيم مبالغها وتسجيلها في عقود الزواج للتغطية عليها وعن حجم الأموال المغسولة تشير التقديرات المبنية على تصاريح حكومية أنها تجاوزت عشرة مليارات دولار سنويا وهذا مسار واحد من مسارات سرقة أموال العراق فكيف بباقي المسارات؟